نضرت السنتر باكات الشول في مصر رغم ان العالم كله دلوقتي او بقاله فترة يعني 4-5 سنين بالذات الاخيرة متجه للعتة دي هل احنا بعيد عن اللي بيخطط ليه العالم يعني لو قلت لحضرتك دلوقتي ايكس بقاله 20 سنة لا يمكن ما تلاقيش في فرقته السنتر باك الاساسي هالشول بتتكلم بقى من اول فرانك دي بور بتتكلم كريستيان كيفو بتتكلم على يون فرتونا بتتكلم على ديلي بلند داني بلند كل الكلام ده كله السيتي نفس الكلام بايرن نفس الكلام كل سالسبرج نفسه كل الناس اللي بتلعب كرة من تحت بايرن ليفركوزن السنتر باك بتاعهم برضو الصغار ده اشقل احنا فين من الاتجاه اللي رايح في العالم يعني انا النهاردة لما باجي ادور على سنتر باكات شول في مصر فيه اتنين تلاتة لعيبة بس حتى من الصغارين واللعيبة الصغارة اللي طلعها محترامي للشول الوحيد اللي انا شايف فيه امل هي دي العسقلاني الوحيد اللي انا حاسس انه هو ممكن مع الشغل بتاع احنا فين من الكلام ده طيب اقولك ببساطة لما انا لعبت سدباك وانت ذكرت في التقرير لما قلت في المقدمة ان كان فيه موجود هيسن فاروق وحمزة الجمل فده كان نتاج الصدفة مش نتاج التخطيط يعني انا اساسا انا كنت في نشئين وانجليفت خلي بالك انا لعبت كاس عالم نشئين مع كابت الطهب بصري 87 في كندا وده كان اول منتخب يصل لمصر كاس عالم في السن ده سن النشئين وبعد كده رجعني باكليفت اه يعني انت لعبت كاس عالم وانجليفت اه لعبت كاس عالم باكليفت بس انا كنت وانجليفت لغاية التصفيات وكل حاجة ده بس ده مدرب دفاعي قوي ده لا بالعجل ده كابت انتهى رجعني وراه عشان كورتي عالية فيلعب من وراه كابت طهب بصري الله ارحب خلي بقى لك من المدربين اللي كان فكرها عالي جدا لا رحمة يعني ف وحاجة طبعا رجل محترم يعني اوية لا 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 كابت طهب بصري وكابت حسن شحاته المدربين اللي هما الحاجة الجميلة دول فاللي انا عايز اقوله اه ان دي جب بالصوت جب بالصوت ما كانتش طفل قطي اللي انت بتقوله اللي هما اوروبا دول بيخططوا اميدو ليه بيخططوا لان هو النهاردة لما بتلعب باربعة ورا لما بتلعب باربعة ورا الراجل اللي استردباك نحي السنتر باك اللي ناحية الشمال ده ده ليه وظايف ليه وظايف وانت بتبني او انت بتلعب بتعمل بيلد اوب من 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 تحت مع حارس المرمى دي رقم واحد ورقم اتنين عشان كمان يبقى عنده التغطيات اللي ورا الباك بتاعه فيبقى عنده عدلته اللي يقدر لما يغطي في الورا الباك يبقى عنده على عدلته يبقى عدلته الشمال اللي يقدر يلعب بيها ويطلع لك الكرة صح من الناحي الشمال فهم قصني تفتح الانجل بتاعت الاستلام تفتح الانجل بتاعت الاستلام وبيبقى عنده عنده بقى الاختيارات كلها عنده يلعب على الباك بتاعه وعنده يلعب على على الراس حربة او على الهوف بتاعه وعنده يلعب مثلا كلنا عم على رقم عشرة وممكن وممكن زي ما انت قلت كده كان الكابتن جورة اللي ارحمه بيستغل عليها في التمرين لو مش هاشوال متعرفش تعملها مصبوط عايز بقى ازودلك على حاجة اكتشافتها مؤخرا ودخلت قريت ارتكالز عليها وكده وانت رجعني هتلاقي نفسك صح انا رجعتها لقيت نفس صح اللعيب لاشوال اللعيب اللاشوال دايما بيلعب الكرة بدماغه احسن بالجزء الشمال من دماغه يعني الكرة لما بتتلاقي بكروس اللاشوال بيعرف يطلع على الكرة كده فهمني او لا يعني انا كل اللجوان اللي جبتها بدماغي تسعين في المائة منها بالعدة دي خلي بالك ده ساينس اه 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 انا مش بهذر فعشان كده اللاشوال في التعامل مع العرضيات لما بيكون على البعيدة الكرة مالقوبة من ناحية التانية السنترباك اللاشوال يعرف يطلع الكرة بدماغه احسن من السنترباك اللايمن اه انت فاهمني اصلي اه فاهم مش انت بتلعب بدماغك هنا احسن بص انا جبت جون في الاسماعيلي كان رفع ورد عبدالعال كان كورنر وانا دخلت بس بس لمسته كده اه يعني لمسته بالجزء اليمين اه بس هو انت في الطبيعة كنت لما بتطلع تعمل تكوف كنت بتلعب بالحتة دي اكتر اه 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 كل الشول كده اه هو على فكرة ده اشرب من المخ طبعا انت خلي بالك الاشوال ببقى عنده الجزء اليمين من المخ ده حاجة علمية يعني ان اه ببقى يعني مش عايزين دخلنا اشتفاصيل كتير بس حتى من المواقف الدفاعية اللي انا عايز اقوله ان فيه فرق كبير او اللي عايز اخد من كلامك ان فيه فرق كبير بان انا اه اه ابلان لحاجة او ادزاين حاجة طب ده المفروض يبدأ من التأسيس طبعا من الفرق الصغارة صح طبعا طبعا ولازم انت يبقى اه 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 في الدفاع سيما عندك لعيب اه اه بيلعب برجله اليمين او بيلعب برجله الشمال اه يبقى عندك لعيبة المفروض ان يلعبوا برجلهم الاتنين انا بحب جدا في الحتة دي المدرسة الالمانية الالمان ما بيطلعوش لعيب بيلعب برجل واحدة في التأسيس في الفونديشن كلهم في التأسيس في التمارين في اتجاه التمارينات وهم بيعملوا الباسنج دريلز كلها بيعملوا على الاتجاهين بنفس التوقيتات بنفس الصعوبات بنفس التدرج ليه عشان يطلع لعيب بيلعب برجلين الاتنين وبعد كده عنده بقى الرجل اللي هي الدومان الشغيل اللي هي الاقوى بيلعب بيه دي اه كلها بتبقى متخطط ليها وبيبقى بروفايل للنادي يعني فيهم قصد ازاي انا انا كنادي فلوسفي 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 فلسفة انا النهاردة عايز زي ما انت قلت كده ايكس بيحطوا حتى الولاد الصغارة كلهم كل الفرق وانت طالع اه انا هقولك على حاجة كنتم لسه متابعة دور زد الاخيرة اه ومتفرج على ان يعني تفرجت على المطرات اه فيه سردباكات شول كتير جدا في الولادة عندهم 14 سنة اه فالله انا عايز اقوله من بالك لبيرامد زي على فكرة فازة على الزناية اه كسبوا ضربات ايكس فالله انا عايز اقوله ان ان لازم الاندية بتاعتنا لازم تبني تبني يبقى فيه اه فلسفة واستراتيجية لقطاع القطاع النشئين يطلع بيها وتبقى مربوطة بالايدنتيتي بتاعت الفرهي الاول طيب